موسيقى مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا من جديد بشرفني جدا يكون ضيفي في ستوديو مساء الخير النهاردة الماسترو مينا زكري اهلا بك ماسترو مساء الخير ايهاب وشكرا على الاستضافة جميلة الحقيقة انا قلت في بداية الحلقة انه انا يعني كنت اعرف امير بس ماكنتش اعرف مينا ولما جفتك بتقود اوركسترا لمدة ساعة لخمس دقيق في السيمفونية الرابعة انت اللي فكرتلي نهاردة المالر من غير نوتا وكان فيه اوركسترا القاهرة السيمفوني بالكامل كانوا ايه سبعين الى مثلا حوالي في مالر ممكن تكون اتنين وسبعين الى مش كده يعني انا خمنت صح اه مظبوط ازاي بقى سبعين تراك مفتوحين كده او سبعين خط مفتوحين في عقلك وجدانك لمدة ساعة من غير ما تبص في برتاتورة يعني هما الحقيقة ما بيبقواش مفتوحين لمدة ساعة هما بيبقوا مفتوحين لمدة اسابيع وشهور لانه التحضير العمل زي كده لازم طبعا يعني يبقى بدري التعبير اللي انا بحب استخدمه ان الواحد بيذاكر العمل وبعدين بيزي اللي بيعرق العرق انت العمل بيخرج منك وقت الحفلة اكنك اكنه عرق يعني اكنه طالع من جواك ايه فدي يعني بس مسألة محتاجة واحد يبقى دقوب شويه وبيشتغل بحرص يعني على كل حاجة بس هو مسألة القيادة من النوتا دي مسألة ارادة يعني الواحد عايز يعمل كده فعلا القيادة بدون نوتا بدون نوتا اه وبعدين يعني ما هياش اندكيشن انه يعني مش معناه لشخص بيقود بنوتا انه مش كويس لا لا طبعا مش معناها اشتر يعني بالضبط لكن هي بتبقى فيه ناس بتحب النوتا قدامها كنوع من السيفتي يعني اه اه التسكرة كده اه انا شخصيا ده الملقن في المسرح بالضبط كده وفيه ناس الملقن ده بيسبب لها مشكلة اه لانه بيقطع حبل افكارهم ايه انا بالنسبالي النوتا الموسيقية في وقت العرض نفسه اه بتقف بيني وبين العزفين اه الموسيقى صوت النوتا دي لو انا خدتها وحطتها جنب ويدني كده اه مش هسمع حاجة هو الموسيقى صوت الصوت اللي بيحصل ده ترجمة اللي انت بصراه ده اه لانه النوت ده مجرد ورق وحبر ايه هو مجرد يعني التصور الصوت ده يبقى زي طريقة التدوين لكن ده مش العمل نفسه العمل نفسه هو الصوت اللي انت بتسمعه فلما بشيل النوتا من قدامي بعد ما كنت عرفتها كويس بقدر بيحصل كوميونيكيشن مع العزفين وبيحصل كوميونيكيشن او اتصال مع العمل نفسه بالطريقة وجدانية عقلية او قلبية او بصرق يعني حسب انت تحتاج كام بروفا عشان تتأكد ان انت مش محتاج تبص خالص في النوتا مع العزفين لا هو دي بتبقى حاجة بتبقاش في البروفات انت في اول بروفا لازم يكون قردي عارف انتوا بتعملوا من 10 ال 15 بروفا كده عشان تعملوا الحفلة ولا اكتر لا لا والصاروش لكتر لا بينهم يعني بيبقى 5 ال 6 بروفات هم كلهم البروفاشنال انت حكيتلي النهار ده على الحفلة اللي خدوك الصبح وعزفت بالليل لا وكمان فيه برة عشان الظروف بتبقى يعني مزنوقة شوية احيانا بنعمل حفلات ببروفا واحدة بس بس كله بيبقى عارف شغله وجاي جاهز وممكن يكون غالبا تعرض عليه المصنف ده قبل كده ممكن اه بس مش شرط بس ده لازم يبقى القائد عارف بقى الاركسترا بتاعه يعني لو عمل جديد وصعب محدش عمله قبل كده الاركسترا معنوش قبل كده ما قدرش اخد لهم العمل ولهم نعمل ده في بروفا واحدة ده مسألة تحضيري يعني هل اللي احنا بنشوفه انا بس عايز اطمن الجمهور الاول عشان احنا يعني المزيكة لها شجون كثيرة هنتكلم فيها لكن عايز اطمن السادة المشاهدين ان احنا الماسترو النهاردة في التليفون قال لي جملة جميلة قوي قال لي مش عايز اتكلم عن نفسي انا عايز اتكلم عن فايدة الموسيقى للناس والمجتمع ودي حاجة يعني احترمتها جدا وحبيتها جدا بس انا باعمل مداخل كده يعني هل فكرة انه العصف يبقى بهدوء او بقوة او كده بنشوف مجموعة الات مع بعض كلها متفقة على ده هل ده بيرجع للمايسترو اكتر ولا بيرجع كل ده بيبقى مدون بتفاصيله بيبقى مدون بتفاصيله لكن المايسترو هو اللي بيختار الطريقة يعني انت لما تيجب تعمل صوت واطي فيه كذا فيه نوعيات كتيرة للصوت المنخفض يعني وفيه نوعيات كتيرة للصوت العالي هل هو صوت عالي بس قوي ولا اجريسيف ولا حاد دي من طريقة العصف على الآلة اه بالضبط بس المايسترو القائد الاركسترا وظيفته انه يوصل المعلومة دي للعازف هو بيعزف نوعية الصوت اللي هو عايزها ايه هل نقدر نقول ان المايسترو بيعيش لحظات مقاربة للحظات الابداع الاول اللي عملها المؤلف الموسيقي عشان يقدر يوصل يدخل جوه هو كتب دي ليه وليه بعدها دي وليه اثناء دي دي بتعزف كذا بالضبط هو العمل الناجح حفل الاركسترا الناجح وحفل الموسيقي الناجح هو العمل اللي ما تعملش زيه قبل كده يعني لو انا عندي حفلة بكررها ثلاثة يام وربعة يبقى اليوم الثاني والثالث مزي اليوم الاول واليوم الثاني مزي الاول والثالث مزي الثاني لانه كل يوم فيه ظروف مختلفة وفيه حاجة فيه رسالة جديدة وفيه جمهور مختلف وفيه جمهور مختلف وبعدين انت ممكن تكون يوم صاح يتعبان شوية او يوم مبسوط شوية او زعلان شوية ده ليه تأثير كل ده ليه تأثير فالموسيقى مش جامدة يعني زيه عشان كده كنت بقول يعني ممكن واحد يسمع مقطوعة موسيقى هي هي في يوم تفرحه وفي يوم تاني تزعله وفي يوم تاني تثير شجونه او الاستجابة هيا بقى الفرق اه لانه الانسان استعداده اه ودي ميستلم عشان كده الناس بيقولك طب انا عود اسمع سيمفونية بيتوفن الخامسة عود اسمعها مليون مرة ما هو كل مرة غير التانية طب عايزة اسألك الحاجة انا فكر اشتركت في عمل زمان كان اسمه بالعربي الفصيح كان تأليف لنين الرملي واخراج محمد صبحي ومسرحية شهرة اوه انت اكيد عارفها يعني قدت خمس سنين بتتعلم طبا كان معمول ديمو كده في بداية المسرحية من خلال القصة والشخصيات عادي يعني بس كان بيرمي افاكتس كوميدية في كذا اتجاه فكنا بعد المقدمة دي نقولهم يا جماعة يلا هنتكرى على الله هنكمل سياسة النهاردة تلاقي انه اكتر حاجة مع الجمهور ده هي فيه السياسي مثلا او فيه الفارس كوميدي اللي حد معادي فبيخبط حد يعنيش حاجة مبنية على الفكرة قوي هل الموسيقى برضو فيها الفكرة دي بس انت قلتلي ان ما قدرش تتحكم في الازمنة هو بيلزمك بزمن معين للجملة دي هو بيلزمك بزمن معين لكن ما بيلزمك ده ده لعقلك لكن لقلبك ما يقدرش يلزمك انت هتحس بايه فهو المؤلف شغلته انه يقولك هو مش عايز ايه بس ما يقدرش يقولك هو عايز ايه عشان كده دي غلطة كتير الناس كتير هبتوقع فيها انا شخصيا يعني من مدرسة انه انا ببص على النوتة عشان اشوف المؤلف مش عايز ايه لكن هو عايز ايه دي لا يمكن هعرفها لا يمكن لانه انا معرفش معرفوش لو مؤلف مات من 200 سنة معرفوش بس انا عرف نفسي اعرف الاركسترا اعرف الظروف اللي احنا فيها دي كلها امور لازم دي وبعدين دي امور بتبقى زي في النهاية برضو بيحط اطار طبعا لازم تليك الحرية الابداعية داخل هذا الاطار بالضبط ما هو زي المخرج زي الممثل صح المخرج بيقول للممثل انا عايزه كذا لكن ما يقدرش يقول له املالي الحركة كذا املالي الاداء كذا بصات العينين كذا بالضبط وزي المؤلف والمخرج يعني المخرج ساعات المخرج يخترح حاجة على المؤلف او يعمل حاجة ما خضرتش على بال المؤلف اصلا فقال له لا لا سبها كده دي كويس ايوه يعني ده مخالفة لل اه ده الابداع التاني بقى انت تقصد بقى ده اللي قال عليه كرم طبع الله يحمه المخرج ومؤلف العرض المسرحي بالضبط مش النص لا ده في حاجة تانية كمان مهمة ساعات انا دي شفتها ساعات في يعني حصل يعني منقشات كتيرة في الموضوع ده المهارة ترجمة العمل على المسرح ساعات بتفوق مهارة كتابة العمل نفسه اه طبعا طبعا يعني دي حاجة شفناها كتير يعني بيكون العمل امتو جيدة طبعا بس مش ويجي المخرج او المؤدي يؤدي العمل فتفاجأ انه عمل منه حاجة طبعا مختلفة ولما بيضاف ليه بقى عنصر التمثيل والمزيكة والاكسسوار والملابس والديكور كل حاجة بتزود حاجة كل حاجة بتزود حاجة ده ابداع مختلف بالزبط وعشان كده الفن اللي كنا بنكلم فيه الظهر النهاردة الفن اللي بيتشغل مخه بالفن اولا بتتفتح له قفاق كتير جدا لطرق تفكير اه وبيتشغل عن حاجات تانية مش مهمة زي زي مثلا انك تتكلم في حاجة يعني تنطقط في حاجة مثلا انت عارف ان انت ملكش ايد فيها اه مش هتصلح مش هتصلح حاجة وده وقت ضايع اه وقت ضايع وانت تعبان وزعلان امار مينة ذكري بيعمل ايه بقى بدل ده مينة ذكري بيقعد مع البوبيز بتوعه الكلاب بتوعه قدام الفاير بليس ويسمع مزيكة أولديز من القرن الهشرين على اللي كنا بنتكلم على الجرامافون على الجرامافون في الخلفية الجميلة اه في الخلفية وبس غير كده يا بيذاكر يعني بيحاول الطاقة دي لطاقة ابداع فني بدل ما تروح تبقى مهدرة تقصد كده اه اه لا يعني اقصد لما بيكون لما بيكون ما بشتغلش بحاول اهدى يعني لان لحظات الهدوء دي هي اللي بتديني عشان كده انا بحاول انا بحاول اعجد عن السوشيال ميديا بحاول اعجد عن التلفزيون انا مش بعمل دعاية ضد تلفزيون لا 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 بس هو فال الحقيقة بعد ما عادوا يعملوا دعاية كتير مع التلفزيون ومع السوشيال ميديا اكتشفوا انها وجع يا راس لانه انت يعني انت انا عايز اقول ايه العقل البشري ليه طاقة معينة انه ياخدها من المعلومات ومن المعرفة اه او حتى من انك تتشغل فالجزء ده لو اتماله بحاجات كتيرة ومختلفة ومشتتة ومشتتة وضغطة خلاص انت مخك تشغل فالجزء الابداعي ده لكن انت لو بتفكر في عمل زي ما كنا بنقول نجيب محفوظ اه طب هو كتب كده والمخرج عمل كده غريب يعني مخك خلاص راح في حتة تانية يعني مش عايز اقول بقى بتسمو لا بس تركيز اكتر بتطلع بنتيجة بتكتشف طريق التفكير بتسبب لك انت سلام داخلي يعني زي الصلاة كده وزي الالحان الميديتيشن وزي التأملات لانه لانه احنا في الاخر ايه يعني احنا عندنا limited capacity طاقة محدودة طاقة محدودة والlimited يعني امكانيات اقدر اركز بس في 3 ا4 حاجات في اليوم لو خليتهم 20 ممكن بس هيبقى على حساب عصابي انا فاكر حسن حسني في مسلسل برضو وقد شرفت بان اشترك فيه كان يقول لمراته دايما يا ستي سبيلي دماغي شوية اه يعني محتاج الواحد يقعد مع نفسه اه يقرأ يسمع يصلي يتأمل يعني بس يقعد مع نفسه اه يطلع ناتج يعني اه دي حاجة انا مبسوط انت بتكلم في الموادع لان احنا مفتقدين الهدوء في حياتنا شوية صخب كتير والشارع صوته عالي واحنا بي صوتنا عالي ده في العالم كله وانت جاي من شيكاغو أصلي لا مش في العالم كله يعني دايما البيك سيتيز طبعا يعني المدن الكبيرة ده طبيعي انا ما بنتقيتش مصر طبعا العواصم وكده يعني لا يعني نيويورك ما هي بنفس الطبع اه ده نيويورك دي مأساة اه مأساة طبعا لكن اللي من الولايات الاهدة بيكرهوا يروحوا نيويورك بالزبط ترافكوا دوشة وآلاف في الشارع لا وحتى الناس اللي هم عايشين في نيويورك نفسهم تلقاهم جوم كل مثلا شهر أو شهرين بياخد أسبوع يروح كده في الكامتري أو يروح حتى على البيتش أو يقعد الواحد محتاج الهدوء عشان يشحن طاقته تاني الإيجابية طب انت دخلتنا على طول في الموضوع الجميل اللي انت عايز تتكلم فيه اللي هو البنا آدم يفرق ايه لما يكون ليه علاقة بالمزيكة خلينا نقول بقى بما ان دي شغلتنا النهاردة من البنا آدم اللي بيسمع اي حاجة انت قلتلي جملة لطيفة قوي النهاردة في التليفون لما قلتلي الاستماع غير السمعة اه طبعا انت ممكن توضح لنا ده عشان سيد المشاهدين انا يعني اولا انا كل حاجة بقدمها النهاردة دي وجهة نظر طبعا ممكن الاختلاف معها طبعا بس انا عايز اقول انه الاستماع غير السمع بمعنى انه انا ساعات ممكن ابقى قاعد مثلا وجاري مشغل موسيقى معينة اه بصرف النظر نوعية الموسيقى ايه اه انا مخترتش الموسيقى دي او انا قاعد في كافي شوب مثلا وصاحب الكافي شوب عايز يعمل اتموسفير وبتاع فبيشغل ايه موسيقى معينة ده مش استماع او بتركب تاكسي او مايكروباس اه اه مفروض عليك اللي هو مشغل اه مفروض اه بصرف النظر عن النوعية الموسيقى ايه ماشي فانا دي تفرضت علي ده في الحالة دي انا مش ممكن استمع لانه انا مخترتش واذا استمعت انا ده انا مخصوب اه احنا دلوقتي في عصر كل واحد مع هيدفون صغيرة كده وتليفون ممكن يشغل عليه اي حاجة هوا عايزها في اي وقت فاحنا ممكن نختار فليه ما نخشش المطعم او الكافي شوب نلاقي الدنيا هادية ويعني مش لازم الصخب يعني اما حد بيفرض على حد حاجة فدي حاجة برضه من دمن الحاجات اللي احنا محتاجين ننتبه لها احنا محتاجين هدوء بس يعني بس كل يوم الواحدة يلاقي شوية هدوء مع نفسه بالليل بالصبح فيه ناس اللي بيتنام اتأخر بتقعد بالليل انا شخصيا بنام اتأخر فبقعد بالليل شوية البعض يسموها فترة الخلوة خلوة اه نختالي بنفسه ويا سلام بقى ما يدخل ربنا مثلا يصلي يقرى الكتاب المقدساني ده مادة روح يعني حتى استفيد بقى من فكرة السكون دي اه وإحنا صغرين عشان كنا بنروح خلوة في القديرة ودكت حاجة بنتعلمها يعني من ضمن الخلوة ووقت الخلوة ده مهم حتى من ناحية الروحية مسألة مهمة نرجع تاني للعلامة الكبيرة للاستفهام اللي طرحناه وهي فكرة بني آدم مرتبط بالموسيقى بني آدم بيسمع اي حاجة مفروضة عليه ولو هو اختار مش بيختار حاجة مالوش في المزيجة ها ايه الفرق ما بينهم انا ولا عايز اقول لك حاجة برضو ده رأي شخصي بس ده بينافي كل الحاجات اللي بنسمعها حوالينا من الشرق ومن الغرب الموسيقى الناس بقولك الموسيقى بتسمو بالروح وبتالي الموسيقى لا بتسمو بالروح ولا بتحسن الأخلاق ليه لان الموسيقى دي الاستماع الفن عموما ده عمل مش سلبي ده عمل ايجابي بمعنى انه انا لازم استمع الاستماع غير استمع اللي كنا بنقوله ان انا لو وانا قاعد معاك كده وفي دوشة ورانا احنا مش بنسمعها احنا سمعينها اوه نستمع إليه مش بننصت يعني بالضغط لا مش بننصت لو احنا سكيتنا وبدأنا نسمع يبقى في الحالة دي انا كده باستمع فعايز اقول ايه انه الموسيقى ما بترتقيش بزوء ولا بتعمل اي حاجة الا لو انا عايز ده يحصل يعني لو انا حطيت في دماغي انه انا عندي رسالة انه انا عايز الموسيقى بتاعتي تهديني شوية من جوة اخد فترة ان انا مثلا لاخلوة اللي انتي كنت بتقول عليها محتاج الموسيقى بس خمس دقايق كده اول محتاج موسيقى اسمع الخطوط الكتيرة بتاعت الموسيقى دي بعايزة تقول لي ايه حتا لو انا انا بعرفش الموسيقى مش مشكلة لانه دايما فاكر زمان كان يقولونا لما الكتاب يتعامل رواية سينمائية الناس اللي بتحب الكتب يقولك اشتفرجت على الفيلم الفلاني تقوله اه يقولك قريت الكتاب يقولك لا يقولك اه كتاب احسن كتير طبعا الكتاب احسن لان الكتاب ده اخراجك وبطولة الموثلين بتوعك خيالك هو لكن الفيلم هو خلاص هو حطيلك الصورة وحددها لك فانت الصورة اللي تبقى في دماغك تشوفها في الفيلم تقول اه يعني مش ده الممثل المناسب اللي انا تخيلته لما قريت دايما هتلاحظ الموثل دايما لما تحد يقرأ كتاب ويشوفه فيلم انت عارف فكرتني بدعاء الكروان دكتور طرح سي انت عارف انه شخصية امنة اللي هي عملتها السيدة فاتن حمامة دي شخصية تناسب هند رستوم ممشكيب اللي مكتوبة اللي هي انها غجرية وان هي شرسة وان هي قالت له من اول لحظة انا جاي عشان اخد طرختي واوريك ما تتخيلش ابدا ان فاتن حمامة مدام فاتن عملت ايه قلبت الرواية زي الشراب وعملتها غلبانة وتصعب عليك وتعيط لغاية لما اعرف في الاخر خالص الحكاية يعني فعلا الموضوع مختلف اه طبعا يعني بقى الواحد في مخه حاجة ويحصل حاجة تانية فدي ده الفن بقى اللي بيصير الحتة دي فانا عشان استمتع بالفن مش لازم اروح حد رسوع لو دراست كويس ولو عرفت معلومات كويس لكن مش لازم ابقى خبير في الموسيقى الكلاسيكية عشان اسمع سيمتونية المتروبية بس احنا بنبقى فعلا يا مايسترو ان الانسان اللي بيسمع مزيكة كتير بيحب الهدوء اكتر ما بيتكلمش بصوت عالي ما بيحبش يبقى موجود في اماكن فيها دوشة حب ينحل التأمل كده اكتر فليه بتقول انه المزيكة مش بتهدي مش بتسمو بالروح مش بت لا مش قصدي كده انا اقصد انها مش اوتوماتيك يعني لو عندي اصداع باخد اسبرينة واستنى الاسبرينة تشتغل لو انا انسان حياتي كلها صخب ومش بس اتشغل شوية موسيقى يصلحولي حياتي لا لازم انا اقعد وهدى واسمع وهدي نفسي شوية ده اللي انا اقصده كون عندي الارادة دي الارادة لازم لا استماع يعني انا بنصت مش اقعد بس وقاديني عادت اهو فين بقى انا اخلاقي زي ما هي يعني ده اللي اقصده ما هوش مش حاجة سلبية طيب احنا انا يعني وعدتك مش هنتكلم كتير عن مينا ذكري بس لازم نقول يعني احنا دلوقتي مينا بيدرس في جامعة دوبول الكاتوليكية في شيكاجو وبيدرس كمان في الجزء او مش بيدرس بيساهم في الجزء الخدمي الخاص بالويك اند فيه اركسترا اطفال كلمني بقى عن يوم الماينسترومين يا ذكري عملت ازاي كية وخصوان انت عندك زوجة وعندك بيت وعندك كمان جا بتاعتك طبعا اهم حاجة اليوم طويل بس انا بعمل كذا حاجة انا بدرس في الجامعة قسم الدرسات الحرة ده اللي هو بيخدم المجتمع ودي حاجة انا مستمتع بها جدا لسببين اول حاجة انه مش طلبة الجامعة بس ده بيبقى للكبار والصغيرين يعني انا عندي في الجامعة عندي اتنين اركسترا اركسترا الاطفال وطبعا خبرتي معهم انا بابا خدم مدارس احد من زمان يعني ورست منه حتة التعامل مع الطفل والاستمتاع بالجزئية دي يعني وخصوصا لما يكون الطفل بيتعلم حاجة قدامك وانت شايفها بتحصل دي بتسوى الدينك بتراقب الفرق ده بيسموها متعة الاكتشاف والطفل ما بيخبيش بيبينها بزبط ليه بقى؟ لان احنا في الموسيقى احنا بنحاول يعني انا اول مرة حبيت الموسيقى كنت طفل وحبيتها بطريقة الاكتشاف دي اللحظة الاكتشاف دي اللي هي الصدمة بسميها صدمة بس هي صدمة جبيلة ايه انا بحاول اكررها لنفسي كل مرة بسمع مختبات الموسيقى وكل مرة بسمعها يا ام الطفل حتى لو ادولت يعني شخص بالغ ناضج وهم امرش بالمتعة المكسفة دي اه بس هي اللحظة الاولية دي دي مهمة جدا لان دي اللي بعد كده بيبني عليها عشقه بقى لنوع ده من الفن على طول او بيقرر ان هم بيحبوش ويعمل حاجة تانية يعمل حاجة تانية اه الحاجة التانية اللي بعملها بنفس المنطق بتاع الاركستر الاطفال عندي اركستر الكبار اللي هم يعني بدأوا يعزفوا على كبر يعني اه بس حد عنده كمانجة قديمة في البيت او تشلوا قديم او فيولا ويبتدي يعزف ده الكلام ده بعملوا بقالي سنين اه وبرضو اه بتشرح لهم بنفس الطريقة اللي بتشرح بها البروفيشنالز والميوزيشنز اللي هم على اعلى مستوى عايزين يسمعوا الكونسبت عايزين يسمعوا المعلومات عايزين يعزفوا كويس هم طبعا مش هيقدروا يعزفوا بنفس طريقة البروفيشنال بس على الاقل انت بتقدم طريق التفكير هم فدي حاجة تانية الحاجة تلك الفكرة لطيفة جدا انك بتقدم طريق التفكير يعني بتعلمه ازاي يتناول الفكرة ويتعامل معها يقبلها يرفضها يستنى شوية يأجلها ياخد قرار بشأنها لانه الفن ده عامل زي بصمة الصبع يعني انا اما بيكون استاذي بيدرسلي عامل معين عشان عزفه مثلا على الكمانجة عمري ما هعمله زيه برغم ان هو درسهلي وعلمني بالضبط هعمل ايه فين وامتى وهكذا لكن لما اكون انا ااا واحدي خلاص الاستاذ الدانيل للمعلومات دلوقتي ده دوري بقى انا هانتجها ازاي وده سر تفوق بعض التلامزة على اسات ذاته بالضبط والاستاذ الشوتر هو the able to offer select a better انا كان استاذي في جامعة De-poull هو الاسف ي Trent De Per 말 يعني ااا الاسف يعني من الايمة خمسة سنين كن راجل كبير وكان عنده طلبة كتير جدا على مدى ال casting اللي عملها كل واحد فيهم بيمسك كمان جاء بالتكنيك شكل وكل واحد فيهم بيطلع الصوت مختلف في أساتزة تانية لا هو تعرفه من مسكته هو ده تلميس فلان لا هو ما كانش كده بس الحاجة كده بيقوله أنه طالب الفن عليه أن يعلم أستاذه كيف يدربه بالزبط يعني شوف إيه اللي متوهج وشكله كده هيمشي في أني سكة يعني بالزبط وهو كان عنده الحتة دي بفرحة كويسة جدا وعلى مدى الأجيال كلنا كنا على اتصال ببعض تلمزته وحتى في حفل التقميم بتاعه عملنا كلنا حفلها عوضة كنا حقالي ستة وتلاتين اللي إدرب وموجودين يعني جون من ولايات مختلفة كلنا بنضلع صوت مختلفة لكن كلنا بنحب الموسيقى جدا كلنا مهاراتنا المستويات المهارات الفردية بتاعتنا مختلفة لكن كلنا مجتمعين على أنه الموسيقى دي أهم حاجة في حياتنا يعني دي حاجات الفن بيقدمها الحياة العادية ما تقدرش تقدمها لنا لو الواحد ما انتبهش لوجودها في الدنيا مش هت آه وبعدين إحنا محاطين بعمل إحباط كتيرة سيبك من الظروف الحالية من الاقتصاد الدنيا دايما هيبقى فيها مشاكل لكن الفن ده فرصة إن إحنا نتعامل مع بعض على مستوى إنساني بدون أي داعي أو أنا فاهم وإنت مش فاهم فأنا أحسن منك لا هو أنا بسمع بتهوفن على إنه راجل مجنون وإنت بتسمع بتهوفن على إنه راجل عبقري مش مهم مش مهم هي قصة دي فكرة الفكرة لا تقتل يعني فتنمية الأفكار اللي من النوعية دي يعني بتقرب الناس من بعضها إنت بقى لك قد إيه في أمريكا؟ أنا دلوقتي داخل في 24 سنة هو ياه لانت سفرت وانت صغير الله يسامحك إنت فكرتيني أنا كبيرة قد إيه لا إنت مش كبير ولا حاجة بس إنت رحت من زمان أنا من سنة 99 هل تم اكتشاف موهبتك كعازف للكمانجا في الفترة دي؟ يعني قبل ما تقرر إنك تدرس وتكمل وتبقى أستاذ؟ لا أنا كان أنا أنا البداية كانت سنة 92 كنت أخذت منحة من جروب أمريكي كان جيهنا قدموا منحة تشامبر ميزيك نروح ندرس هناك في الصيديو بموسيقى الحجرة بموسيقى الحجرة بالزبط دي كان أول مرة تلاقتي فيها بس أعلى إيه إنت شوفتهم فين دي؟ إنت كنت تفغي تقريبا لك كان عنده 14 سنة طيب كنت يعني إنت وحك تتقدر لهم مثلا؟ كنا في الكونسرفاتور وعملوا إعلان إن هم عايزين يدو سكولارشيب وأنت كنت بتدرس أوريدي وأنا كنت بتدرس فأنا قدمت الناس اللي كانوا مقدمين كانوا كلهم في الزرشات العليا والبكالوريوس أنا قدمت فطبعا في ناس دحكت علي أه أربعة فرصة فهم كانوا جايين هياخدوا شخص واحد بس فطبعا أنا ما كانش جاي ليه أي فرصة وساعاتها روحنا بيت السفير الأمريكاني كان لتوزيع الجواز يعني أو الجايزة وما كانواش معلنين مين اللي هياخدها فكان ساعاتها متقدم للموضوع ده عازف تشيلو المصري الجميل آيمن الحنبولي وآيمن طبعا فاز قاله اسمه فاز من المنحة طبعا حاجة منطخية جدا والناس كلها سقفت خلاص وبعدين جي الرجل اللي هو كان واقف جنبه السفير الأمريكي وقال احنا كنا مبهرين جدا بالمستوى اللي شفناه في مصر في الكونسرباتور وقررنا ان احنا نقدم منحة تانية بالاشتراك مع نادي لرجال العمالي المصري الأمريكي واللي هياخد المنحة دي فلان أنا قومت أكني كنت عارف إنهم هيقولوا اسمي بس أنا ما أنا كنت حاسس إن أنا خلاص كنت واخد مخدر مش حاسس بنفسي لأن ما كنتش متخيلة إن ده هيحصل وما كنتش مصدق بس حصل متعة جديدة برضو طب استأذنت نخرج فاصل في اللحظة الجميلة دي عشان نرجع لها بنفس الزروة اللي احنا فيها حافظ عليك نخرج فاصل وبعده حنسمع جزء من أعمال الماسترومينا ذكري ونرجع نجمل كلامنا معا تفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة